انقلبت الكفة، أصابع الاتهام لا توجهها لحماس، إسرائيل والدول الغربية فقط، بل أيضاً الغزيون أنفسهم الدمار الذي شهدته غزة في الأشهر السبعة الأخيرة، هو وفقاً لعدد من سكان القطاع سوء تدبير من حماس شهادات نقلتها الصحيفة Financial Times التي أفادت بأن عدد معارضي الحركة ازداد بشكل لافت مؤخراً وبحسب الصحيفة، فإن الكثير منهم يلومون الحركة لعدم تنبؤها بما يمكن أن يحدث لأكثر من مليوني شخص عندما تندلع حرب بل كان ينبغي على هجمة حماس أن تقتصر على الأهداف العسكرية فحسب على حد قولهم وهذا ما اتضح في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في نوفمبر الماضي ففي البداية، ازدادت شعبية حماس في غزة والضفة الغربية خلال الفترة التي تلت هجوم السابع من أكتوبر مباشرةً حيث ارتفع معدل التأييد في غزة من 38% إلى 43% أما الضفة الغربية، فانتقلت فيها نسبة داعم حماس من 12% إلى 44% لكن سرعان ما عادت هذه النسب للتراجع بعد بضعة أشهر فقط لا سيما في مارس الماضي، حيث تم تسجيل معدل دعم لحماس لا يتجاوز 34% في غزة و35% بالضفة الغربية تغيير ترجعه فينانشل تايمز إلى اجتداد العملية العسكرية الإسرائيلية وما شهده القطاع من دمار وخسائر في الأرواح لا سيما في ظل غياب حماس عن الأنظار وعدم لعبها أي دور في الحفاظ على الأمن في غزة مثل ما جاء في الصحيفة